بالذكر طبعا الإشارة إلى نجمنا الكبير محمد صلاح كل يوم في أرقام جديدة بيحطمها هذا اللاعب وبيدخل في حسابات كثيرة جدا بتضعوا فيه مصاف أفضل اللاعبين عالميا وهو بالفعل أصبح واحد منهم في هذه المرحلة وأصبح واحد من أشهر والأكثر طبعا حديثا عنه في وسائل الإعلام الأكثر اهتماما به هذا اللاعب أو مجموعة من اللاعبين بيحضوا بأكبر مساحة من المتابعة الإعلامية الرياضية على مستوى العالم متابعة مواقع التواصل الاجتماعي متابعة النقاد تحليل أداءهم في الملعب قدراتهم التهديفية تحركاتهم المميزات الفنية اللي بتزيد عند هذا اللاعب عام عن العام السابق تجربته من نادي الآخر اللي لسه بنشوف منحنة أو كيرف أداءه بيرتفع مع كل تجربة جديدة في الدول اللي خاط فيها تجربه الاحترافية حتى الآن سواء كنا بنتكلم عن سويسرا أو إيطاليا أو تجربته حاليا في الدوري الإنجليزي محمد صلاح الملفت فيه أنه لاعب عنده إيرادة حديدية لاعب كمان بيتخطى بإنتاجه قدراته أو مهاراته الفردية أو موهبته الفطرية محمد صلاح ربما اللي تابعه في الأول كان بيشوف أنه لاعب متميز بدايته في الدوري المصري في المسابقات المحلية هو واحد كم من اللاعبين المتميزين مع الوقت بدأ مع تجربه الاحترافية يزود قدراته كلاعب البدنية والفنية مميزات في مهاراته قدرته على المراوغة السرعات عدد الأهداف اللي بيحرزها وشكل ومهارات بيحرز بيها الأهداف بطرق مختلفة كمان خبراته في الملعب أصبح واحد من اللاعبين اللي بيقوموا بدور القائد في فريقه في واحد من أشهر الفرق في العالم وطبعا من أكبر فرق إنجلترا هو ليفر بول الإنجليزي أصبح واحد من اللاعبين لهم في العرب يخضها أنه من الكي بلايرز من لعبين المؤثرين ووصل إلى بلايروف ديير أو أفضل لعب في الدوري الإنجليزي طبعا واحد من أغلى وأقوى وأسرع دوريات العالة لقا هنتكلم عنه محمد صلاح في اهتمام أو موضوع لأول مرة لعب مصري ضمن قائمة The Best اللي هيعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بتختار بشكل مبدئي عشر لعبين بيوضع هذه المجموعة بتوضع هذه الأسماء العشر لعبين بيدخل ضمن هذه الأسماء الأفضل من وجهة نظر الموقع الرسمي والخبراء في الاتحاد الدولي حاليا واحد منهم هو نجمينة محمد صلاح هو تاني لاعب عربي يدخل في هذه القائمة بعد النجم رياض محرز اللي دخل في هذه القائمة عام 2016 وأول لاعب مصري على الإطلاق يدخل ضمن هذه القائمة ليدخل فيه منافسات على حسابات وجوده كأفضل لاعب في العالم بعد طبعا موسم غير عادي واستثنائي حطا فيه كل الأرقام وأدى فيه بشكل أكثر من رائع بإجماع الأراء حتى اللاعبين المنافسين على الألقاب اللي كان بينافس عليها محمد صلاح في الدوري الإنجليزي كانوا بيقولوا كل واحد فيهم بيقول لو لم يفوز بهذا اللقب أو ذاك واحد من زملائي واحد من لعبي فريقي أتمنى يفوز بيها محمد صلاح حتى المنافسين كانوا بيتكلموا عنه في التقارير المختلفة ولقاءاتهم مع وسهل الإعلام الإنجليزية والأوروبية بهذا الشكل قبل إعلان الجوائز مرة تانية بقول أن هذا اللاعب يتميز بزكاء كبير جدا إرادة حديدية قدرة على تطوير نفسه الاستفادة من المدارس التدريبية المختلفة اللي بتتولى تدريبه عشان كده إنتاجه بيزيد بشكل حتى يفوق كل التوقعات وإن شاء الله نشوف منه أفضل في الفترة المقبلة هنتكلم عن العشر أسماء في مجموعة من الأسماء طبعا أسماء عالمية أو مجموعة من أفضل النجوم مبابي، لوكا مودريتش، كريستيانو رونالدو، إيدن هازرد، جريزمان، لاينو المسي، كيفن دي بروين، رافايل فاران وهاري كين هذه هي المجموعة اللي تم اختيارها هذه هي العشر أسماء اللي الاتحاد الدولي هيقرر أنه يختار واحد منهم ليكون أفضل لاعب في العالم لعام 2018 بيتم تحديد ثلاث مرشحين في القائمة النهائية وهيقام حفل توزيع الجوائز النهائية يوم 24 من سبتمبر في لندن وأيضا الحدث الاستثنائي وأفضل لاعب في أفريقيا وإنجلترا بالفترة الماضية بيواصل طبعا الملك المتوج محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية بعد حصوله على كافة الألقاب سواء في الدوري، اللي هو طبعا من أفضل دوريات العالم زي ما حضراتكم عارفين وأيضا تقلقه كواحد من أكبر نجوم القارة الأفريقية ووجوده في صدارة لعاب القارة في هذه المرحلة حنشوف إلى أي مدى تصل التصفيات النهائية لحسابات الخبراء في الاتحاد الدولي الكرة القدم وإن شاء الله يدخل نجمينا محمد صلاح ضمن حسابات الاختيار لأفضل لاعب أو في التصفية الأخيرة اللي بيختار من خلالها أي موقع رياضي في العالم أو أي مؤسسة بتصنف اللاعبين سنويا من خلال متابعتهم بشكل دوري إلى أفضل أول وتاني وتالث لاعب على مستوى العالم طبعا فيه تفاصيل جدا كتيرة جدا هنقولها لحضراتكم عن أن القائمة دي بتشمل اختيارات لأفضل لاعب وأفضل لعبة أفضل مدرب للرجال وأفضل مدرب للسيدات وعدد من الألقاب الأخرى اللي بتمنح كل عام عن طريق الاتحاد الدولي طبعا الاحتفالية بتقام في لندن البريطانية حفل جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم The Best حيكون للعام الثاني على التوالي وبتكرم هذه الجوائز أفضل لاعبي ولعبات كرة القدم على مستوى العالم وأبرز الأسماء في عالم التدريب تقديرا لإنجازاتهم خلال عام أو موسم بأكمله طبعا فيه تصنيفات كتيرة جدا أو تفاصيل لهذه الاختيارات قادت جميع الفرق الوطنية 25% من النتائج المدربون الرئيسيون لجميع الفرق الوطنية أيضا تصويت المشجعين على موقع الفيفا ومجموعة حوالي 200 من أعضاء وسائل الإعلام الدولية 25% من النتائج يعني فيه تأسيم للنسب المؤثرة في هذه النتائج واللي بتوجه أو تدفع هذه النتائج في اتجاه معين متأسمة على عدد من الخبرات المرتبطة بكيان كرة القدم الدولي أو العالمي بشكل عام وأراء طبعا خبراء من قطاعات مختلفة بتحتك بهذا المجال أو قادرين على الاختيار بشكل دقيق أو على التقييم بشكل دقيق وبيؤكد اتحاد الدولي أن التصويت بدأ من يوم الثلاثاء ويستمر حتى العاشر من أغسطس وبعد انتهاء مدة التصويت سيتم الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين الثلاثة بالإضافة إلى جائزة بوشكش وجائزة الفيفا للمشجعين وجائزة أفضل حارس مرمى في مطلع شهر سبتمبر المقبل شكرا